أزمة اقتصادية حادة يعانيها العالم أدت إلى نقص في السلع والمنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية وتعثر في الإنتاج بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حرب امتد أثرها إلى العالم أجمع ومصر ليست استثناءً وهو ما دفع الدولة إلى توجيه دعم غير محدود إلى المزارعين لتأمين سلة غذاء المصريين داخلياً وتحقيق الاكتفاء ذاتياً ومن أجل زراعة مستدامة ومحصول وفير تواصل القيادة السياسية تنفيذ خطتها التوسعية لزيادة رقعة الأراضي المزروعة عبر استصلاح مناطق جديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة في مصر وأيضاً تبني مشروعات طموحة في تخطيطها وأهدافها بغية استصلاح مساحة مليون فدان وهو ما يتم العمل عليه منذ يناير 2021 ومشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة الذي أطلقته الدولة في مايو 2022 بهدف استصلاح مليون وخمسين ألف فدان وفي رحلة تطوير القطاع الزراعي لم يكن الفلاح بعيداً عن رؤية القيادة السياسية فاستهدف تطوير تخفيف عنه من خلال منحة حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلية وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح رؤية القيادة استهدفت أيضاً تحديث المنظومة الزراعية بهدف زيادة انتاجات الفدان ومضاعفته إذ بلغت انتاجات الفدان الواحد قبل عشر سنوات عشرة إردبات والآن تضاعفت إلى عشرين إردباً وهو ما يؤكد مضاعفة انتاجات الفدان وما يحققه من عائد إضافي للفلاح عاكساً اهتماماً كبيراً من الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته